الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلها تدل رؤية الشخص أنه يشتري حمار في المنام على ما أنه سوف يشتري إما صيار جديد أو مسكن جديد يسكن فيه والله عز وجل أعلى وأعلم كما تدل رؤية شراء الحمار في المنام علامة على الخير والرزق الذي يحصل عليه صاحب الرؤية الفترة القادمة من حياته والله أعلم رؤية شراء حمار في المنام رؤية تدل على خير باستمرار في حياة صاحب الرؤية كما تشير رؤية شراء الحمار في المنام علامة أن صاحب الرؤية إنسان شخصيته ضعيفة أمام الآخرين والله أعلم عندما يرى الشخص أنه يشتري حمار أعور في المنام يشير على امتلاكه الأموال ولكن يعرف يعني اللي يشوف اللي هو بيشتري حمار أعور علامة اللي هو هيمتلك أموال كثيرة ولكن مش هيعرف يوصل لهذه الأموال والله عز وجل أعلى وأعلم كما تدل رؤية سلخ الحمار في المنام علامة أن صاحب الرؤية يقوم بالإساءة إلى أهل بيته كثيرا والله أعلم رؤية ارتداء من بعض جلد الحمار في المنام كثياب علامة أن صاحب الرؤية ينفق من أموال زوجته وأن زوجته هي التي تنفق عليها من مالها والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم رؤية الحمير بعدد كبير في المنام علامة على زيادة في مال صاحب الرؤية ورزقه نعمة كبيرة والله أعلم رؤية حمير كثيرة في المنام علامة على الحظ الجيد للرأي وبشرى له بمستقبل أفضل في عمله والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم رؤية الحمار الأعرج في المنام علامة على الطرابات تحدث لصاحب الرؤية وتسبب له خسائر فادحة وكبيرة في الأموال والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته